السلام عليكم ورحمة الله خطر أخواتي في حلقة جديدة أتمنى أن هذه الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال وتكونوا بخير وعلى خير والله يرفع علينا هذه البلاء في القريب العاجل إن شاء الله ونطلقه في أفضل الأحوال بإذن الله وكل مريض يارب تشافيه تشافينا كاملين وتعافينا وتعافيكم وتحية كبيرة لجميع الإخوان والأخوات المرضى اللي كيتابعوا القناة والأصدقاء ديالي بالخارج وبالمغرب وجميع الأصدقاء ديالي من القناة ومن خارج القناة والعائلة ديالي والأحباب وكل الناس اللي كتعرفني إن شاء الله قبل ما نبدأ الحلقة دائما الناس اللي ما زال ما تابنوا وش في القناة تابنوا ودعبوا وديروا جيملا فيديو وفضل الأمرا وضغطوا على الجرس باش وصلكم جديد أعمال ديالي وما تبخلوش عليهم الأراء ديالكم والقصص ديالكم اللي كن بارتاجيها أو كنشاركها مع الناس كاملين باش تعمل فائدة على الجامع والقصة ستعشيفة وباش برمطورش عليكم ندخلو مباشرة القصة بعد هاد الفاصل هي هاد القصة تاعت اليوم سمعتها على لسان الشيخ من المشايخ أو من الدعاة تعدين اللي كيعود على قصة ديالوحد الشام اللي هو كان وصاب بالسرطان كيفاش تتصاب بالسرطان ضغوطات تتاع الحياة هاد الشاب هاد كانوا الوالدين ديالو بغاو يكون كيف ما بغاوهما طب هاد الحال كانوا كيخسروا لي كل شي يعني حتى الدراسة ديالو كيضغطوا عليه باش يدير هادي ويدير هادي ويدير هادي وهاد الغالط هاد عشنا فيه احنا كاملين ديال انه كيضغطوا علينا لان الوالدين ديالنا بطبيعة الحال ما كيديروهاش علاقة بالباش يتحكموا فينا وإنما كيديروه حيت بغي لنا الخير وحيت كيضنوا بأنهم عارفين الحاجة المزيانة لنا بحكم انهم كبر من نوع وعاشوا تجارب اللي هي علماتهم الحياة الشيحوي هاد الانسان كان ناجح بطبيعة الحال في ذاك الشي اللي بغوا له الوالدين وكان مهندس على ما اظن وعاش الحياة ديالو كل ها ضغوطات لانه كان كيلبي لهم الرغبات ديالهم دائما غادي يجيوا حد نهار بالصدفة قيل قاوه مصاب السرطان في الدماغ هاد السرطان في الدماغ اللي غادي يصيبوا غادي يكون السرطان في مراحل اخيرة للاطباء كانوا للأسف غادي ما غادي يش نلقاوا العلاج ليك ما عندناش علاج ليك وانما انت بقالت لك تقريبا عام وغادي يتوفى وهاد شي علميا الغيب كيعلمو غير الله من اللي عرف بي انه بقاتله غير عام وغادي يتوفى هنا دار ستوب لكل شي داك شي اللي كان كيديرو تخلى عليه ومش دار داك شي كامل اللي كان كيتمنى واحد النهار يديروا الرسوم منهم انه كان كيبغي الموسيقى ومش دار الموسيقى وبدك يتعلم على ما اظن انه بدك يعزف على الالة وما مرات هديك المدة كاملة اللي كانوا كيقولوا فيها بانه غايت وفا فيها ومشى ودار اسكانيرات ودار تحاليل وتعجبوا جميع العطبة بان هاد الانسان هذا اللي كان كيعاني من سرطان في مراحل اخيرة واللي كان مفقود الامال وما كيش علاج ليه انه تشافى بقدرة الله ولاني ربي قادر على كل شي وهو صافي سلم امره وقال انا غادي ينموت غادي ينموت اجي ندير ذاك شي كامل اللي انا تحرمته من نحياتي كاملة باش نكون انا المثال الجميل او المثال تاع الوالدين ديالي اللي بغاوني نكونوا ونلبي الرغبة ديالهم على حساب صحتنا وهذا غلط ما خستكمش ترتاكبوه ما خسته واحد ترتاكب هاد شي والدين على راسنا وعينينا وفوق من الراس وكثر من ذاك شي وعندهم قيمة كبيرة عندنا وما محتاجينش اننا نوريو الوالدين القيمة ديالهم عندنا بتلبية الرغبة اللي هي كتكون شي حاجة اللي هي ما صيرية مثلا نقدر انا مثلا غندرس هاد الحاجة ولا هاد الحاجة ولايني غادي نكون دائما مضغوط غادي نكون ما فرحانش يعني غادي نكون كنعيش الضغط يوميا الضغط يوميا والضغط الضغط الضغط كل نهار هاد الشي كي وإنما كيرفع الحموضة في الجسم والحموضة من اللي كتر سافع في الجسم كي يظهروا السرطانات علاش حيت كتكون مستريسي ولكن لكنت أنا كنقرأ شي قرأ يا انا بغيتها وخدم في واحد الخدمة اللي انا بغيتها تهي غا يكونوا فا المشاكل ما يمكنش ما غا يكونوش فا المشاكل ما يمكنش ما غا يكونوش اوقات ديال الفارح واوقات ديال الحزن والعصاب وذلك شي ولا اني من اللي كنكون انا اللي اختاري تديك الحاجة بالقناعة ديالي غا ديال مشي فيها حسن وغا نكون مرتاح فيها كثر علاش كتشوفوا مثلا الاجانب مثلا كيسندوا ولادهم في الدراسة ديالهم في الزواج ديالهم في كل شي وكيخليهم كيرتاحوا وعلى اساس هاتشي خاصوا يكون عندنا احنا في الدين ديالنا كين بأنه ولادنا خاصنا نكونوا مصاحبينهم ماشي خاصنا نكونوا يعني غير كنحكموا عليهم اللذير هادي ولذير هادي ماشي بالضرورة وهدي يعني رسالة الجامع الوالدين احنا كان بغيوكم وانتو متاش فوق الراس هذا ما كيعنيش بأنكم ما ربطوناش احسن تربية ولا بالعكس الحمد لله الله يحفظهم وينجيهم والله يحفظ والدين جميع الناس والله يخليهم ليكم والله يخلينا ليهم والله يفرحنا جامعا وانما دائما الواحد يخصو يخلي الابن دياله ولا الابن دياله تختار هي هداك المسيرة ديالها اللي بغاس يعني في الدراسة دياله وحتى في الزواج دياله هادي شي اللي نقدر نقول لكم والان غدين نهدر ليكم على القصة التانية ديال الصادقة في القناة اللي هي مصابة ايضا بالصراطان هات الصادقة هادي كانت كتبات لي في الانستغرام وتواصلت معايا وانا سعيدة جدا لانني كانت واصل معاكم كانت منى دائما انه يكون عندي الوقت باش نقدر نقرر رسائل كاملة ونقدر نتواجب معاكم ولكن الغالب الله غي مريموحدة ماشي عصر ديال مريمو غي مريموحدة وعندي تانا أولويات وعندي تانا والدية عندي الزوج ديالي عندي العمل ديالي عندي المرضى ديالي تانا خصنين عتاني بنفس ديالي وعندي الأحباء ديالي والإخوان ديالي هاد الأخت هادي اللي هي رسلات لي التحاليل ديال السئة كانت سطروة تهي عندها صراطان تادي وكان سئة كانت سطروة عندها مرتافعة بزيف كانت مرتافعة على النورمال النورمال في السئة كانت سطروة اللي هي دلالة أوراة متدي كانت عندها ما بينات خصها ما تتعداش تلاتين تلاتين يعني لك كانت فوق تلاتين هنا الأطب كيف شرحوا لي أنه يكون السراطان بدأ يتنقل الأماكن أخرى بدأ يدي كلهم شف بلاي سخرين في الجسم ديالنو أو في أعداء أخرى في الجسم وهذا الإنسانة هادي إنسانة طيبة وخارقة اللي تكلمت معي كاتت لي يا مريم تبعت جميع النصائح اللي كاتفيدين بيهم واللي كاتتبعهم على نفسك في القناة تبعتهم بالحرط وأنا جد جد سعيدة قاتت لي لأنه كانت دلالة الأورام عندي وصلت ل 179 وهبطت تخيلوا معي هبطت 17 على ما أظن يعني هذا شي حاجة كبيرة ما شاء الله وهبطت ورجعت في النورمال الحمد لله وهي غدف تحسن كتحس بأنها الجسم ديالة كل طاقة وكلها تحسن والحمد لله وأنا فرحانة لها وهذا لعنا شي حاجة إلا وك يعني استغفروا الله بأنه النظام الغذائي الصحي ونما تلعيش هو كيلعب دور كبير في علاج الناس من الأمراض كيف ما بغتكن ماناعية أو أمراض أخرى مهم الأمراض كتبغي نظام غذائي صحي وتغيير نما تلعيش والريادة وشرب الماء العد وأنا الحمد لله كان نستفد من داكاتيرا اللي هما كف على رأسهم الدكتور الفيد الدكتور حليمي دكتور كريم العبد العلاوي دكتور كريم علي دكتور جودت دكتور إغين يعني كان نسمع للناس اللي هما تبارك الله متمكنين في هذا المجال وكان طبق الأمور وكانت مؤخرا تكلمت مع الدكتور البراهمي يعني غادة في واحد الطريقة الحمد لله يعني نجيب لكم معلومات الحمد لله صحيحة واللي كتفيدكم وأنا جيد سعيدة لهذا الأخت اللي هي الحمد لله غادة في طور الشيفاء وهذا شيء مزيان بزف وإن شاء الله ما زال كل مرة نسمع شيء قصة حقيقية اللي غادة نشاركها معكم باش باش تحفزكم وتعطيكم وحد شرارة والأمل إن شاء الله والأمل في الله كبير والله يشافينا ويشافيكم وكانتمنى هذه الحلقة تكون فاتكم وتكون خفيفة على قلوبكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء في حلقات قادمة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر